علمني التاريخ أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع الجزء الأخير من قصة سقوط الأندلس وانهيار المسلمين فيها ثورة البشرات العظيمة استمرت فترة طويلة بقيادة محمد بن أمية ثم بقيادة بن عبو وبدأت الحرب سجال مرة ينتصر المسلمون ومرة ينتصر النصارى إلى أن كما ذكرت لكم الاحتلال الأسباني لشمال أفريقيا تونس والجزائر وغيرها استطاع العثمانيون أن يطلدوهم منها فخافوا أن يأتي العثمانيون إلى الأندلس فهنا جمعوا كل قواتهم وجمعوا قوات أوروبية لأجل التخلص من الثورة وبدأ الضغط الشديد على الثورة ومنع أي إمدادات لا حصار كامل كما يحدث في غزة اليوم حصار على غزة حصار كامل والدول الإسلامية لم تحرق ساكنا أرسلوا ما استطاعوا من إرساله تهريبا لكن غير ذلك ما كان يكفي لوقوف هؤلاء الأبطال صامدين قوات ضخمة جدا وعدد محدود وإمكانات محدودة فبدأت قوات المسلمين تتقلص هنا أرسل ابن عبو بناء على طلب بعض القادة معه أرسل شخص اسمه الحبقي ليتفاوض مع النصارى على حل وسط يضمن به الهوية الإسلامية ويضمن به الحفاظ على اللغة العربية والعبادة الإسلامية مقابل السلام فهنا ذهب الحبقي وبدأ يتفاوض معهم وأعطاهم فوق هذا أعطاهم أن أمور لها علاقة بالتنازل عن المساجد فأعطاهم فوق اللي اتفق عليه المسلمين وافق النصارى على هذا من أجل القضاء على الثورة فرجع فهنا قادة الجيش الإسلامي ابن عبو ومن معه قالوا ما أعطيناك تفويض بهذا ورفضوا هذا الاتفاق فالحبقي هنا غضب كيف ما تمشون الاتفاقي فجمع من معه وبدأ يهجب على المسلمين من قادتهم بدأ يهجم عليهم هنا يحدث الانهيار العظيم لأي ثورة لما تتمزق وتتشرذم بدل ما يتفق مع إخوانا بدأ يهاجم إخوانا ثم سطاعوا الانتصار عليه وحوكم وأعدم الحبقي بتهمة الخيانة وفعلا كانت يعني حتى لو كان مغلصا تصرف أهوج في مثل هذا الموقف لما رأى الكفار أن ابن عبو ومن معه مصرين على الجهاد وعدم التنازل إلا بشروطهم هم هجموا هجمات شديدة جدا أمام هذه الهجمة الجديدة التي بدأت تكسر في قوة المسلمين لم يبقى للجهاد قوة تذكر للدفاع عن الأجماء فأخذت جيوش قشتالة تمزق كل السراية وانهارت المقاومة وامتلأت الشواطئ المغربية والجزائرية باللاجئين الفارين من الأندلس بدينهم وبأرواحهم وابتدأت بعد انهيار ثورة غرناطة الكبرى مأساة جديدة لم يرى الشعب الأندلسي مثيلا لها من قبل حيث أعلن الملك فيليبي الثاني في الثامن والعشرين من اكتوبر 1570 هذا الكلام قبل استشهاد ابن عبو قرارا بنفي كل الأندلسيين حتى اللي تنصلوا من مملكة غرناطة إلى مختلف مناطق قشتالة وليون وكان بعضهم ترك لأنهم صاحب صنعة ماهرة وكذا لم يتركوا أحدا عندها قرر السلطان ابن عبو أن يواصل الجهاد وتابع المقاومة في أعلى وأوعر منطقة في جبال بدأ يقاتل في الكهوف ولم يبق معه سوى أربعمائة مجاهد فقط وضاقت رقعة المجاهدين فأوعز الأسبان إلى بعض الذين بقوا مع ابن عبو واحد منهم اسمه الشنيش أرسلوا له إغراءات شديدة بقتل ابن عبو مقابل عفوهم عنه وعن أهله وإعطاءه يعني وعود كثيرة ووعدوا بتسليم زوجته وابنتيه الأسيرتين بس بشرط أن يقتل ابن عبو أو يأتي به حيا وفعلا في الثالث عشر من مارس 1571 نجحت هذه المؤامرة وهاجم هذا الخائن الشنيش وستة من أتباعه هجموا على ابن عبو في الكهف الذي كان مختبئا فيه فقاوم رحمه الله حتى استشهد عندها قام النصارى بجريمة حاقدة بحق جثمان بن عبو رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جمناته حيث سلمهم الخوانة جثمانة فالأسبان حملوا جثمانه إلى غرناطة وأدخلوه المدينة في حفل ضخم ووضعوه في قفص حديدي وألبسوه لباس الكامل ميت ثم حملوه على فرس وقطعوا به المدينة تتبعه أفواج ضخمة من أسرى الأندلسيين ثم حملوا الجثمان إلى مكان المحكمة وأجري فيه حكم الإعدام وهو ميت وقطعوا رأسه ويعني سحلوا جسمه في الشوارع ومزقوه وأحرقوه في أكبر ساحات غرناطة بهمجية لا تضاها ثم وضع الرأس في قفص من حديد فوق المدينة باتجاه جبال البشرات حيث بقي معلقا ثلاثين سنة وبهذا انتهت هذه الثورة لم تنتهي تماما إلا سنة 1573 باستسلام كل المناطق وهنا يعني النصارى فعلوا الأعاجيب من كراهية تبدت في نفوسهم تجاه كل من بقي من المسلمين وقضي على الوجود الإسلامي نحن اليوم لما نذهب إلى مصر نجد أقباط ملايين لم يفعل بهم المسلمون شيئا نجد يهود في كثير من أرجاء المسلمين ما فعل بهم المسلمون شيئا بينما اذهبوا للأندلس لا تجدوا في الأندلس من المسلمين إلا مهاجرين أو من أسلم من أهل الأندلس مؤخرا قضوا على الإسلام تماما وكل هذا بسبب أخطائنا الرئيسية التي أدت إلى إعاقة النصر لعلنا تعلمنا من دروس الأندلس ودروس جبال البشرات وثورة الموركسيين معاني رئيسية في أسباب النصر وفي عوائق النصر نضيف إليها المزيد من القصص العجيبة والأسباب والعوائق في قصة سقوط بغداد على يد المغول في نهاية الدولة العباسية أبدأوا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر